برنامج ربط برسطي سينسين وهونغ كونغ يعني مزيدا من تدفق لؤس الأموال الحرة فبعد إكمال البرنامج سيكون الوصول المشترك لسوق الأسهم متاحا بين هونغ كونغ وسينسين من خلال رابط تداول ثنائي الجهة سيكون البرنامج برمته جاهزا بعد أربعة أشهر بعدما وفقت السلطات على تسوية الخلفات بشأن المقصة وسياسات التبادل وأعرب مسؤولون كبار من شركة هونغ كونغ للبرصات والمقاصة المحدودة عن أملهم في أن البرنامج سيعزز الترابط ويوفر قناة موثوقة للاستثمار لسوق هونغ كونغ والبر الرئيسي هناك العديد من النقاط الرئيسية لبرنامج ربط برسطي شنجن وهونغ كونغ فللمرة الأولى ستشهد هونغ كونغ 800 سهم جديد في شنجن ثانيا هناك أكثر من 100 سهم تمت إضافتهم إلى السنة الجنوب لرابط شنجن ثالثا تم تخلي عن السحة الإجمالية تماما وأخيرا هذه أول مرة يتم فيها شمل السوق شركات شنجن المتطورة وصندوق المؤشرات المتداولة